عسليم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا بخير لكنا نعرف الحكمة اللي تقول المعدة بيت الداء والدواب لكن تعرفوش يزيدا أنه فرحتنا وصحتنا والمحافظة على جمالنا ورشاقتنا يرجع الأمر فيه لمعدتنا التوكسوبلازموس واحدة من الطفليات اللي تعيش في مصارن القطاطس وقت خل في البراز الفار بشيكل البراز هذية وبش تتعدى عند الفار لكن التوكسوبلازموس بش تكمل دورة الحياة المتاحة لازمها ترجع لمصارن القطوصة هيك عليش بش تأثر على كيميا المخ عند الفار وفي عوض يخاف ويهرب من القطوصة بش يمشي يقعد بحضيها وهكي كالقطوصة بش تاكلو وبش يتعدى التوكسوبلازموس في مصارنها المالاريا اللي متسببة فيه واحدة من الطفليات اللي اسمها بلاسموديوم تصير العدوى فيها عن طريق قرص الوشويشة من عبد الآخر وقت تدخل بلاسموديوم في مصارن الوشويشة بش تأثر على همون الشباع خليها تحب تقرص أكثر على بيت بش تشبع وهكيكا تتم العدوى وتشجم البلاسموديوم ترجع عند الإنسان بش تكمل دورة الحياة متاحة احنا زادة منعيشوش وحدنا في بدونتنا ثم مجموعة من البكتيريا والفيروسات والطفليات والخمائر الصديقة اللي نعبر عليها بالميكروبيوم او ميكروبيوت اللي نلقاوها على الجلدة في الجهاز التنفسي في الجهاز التناسلي وفي الجهاز الهضمي كيفيش الميكروبيوت يأثر على صحتنا هرمون السعادة سيروتوني يتصنع منه 10% في المخ وتسعين في المية يتصنع في المصارن بفضل بعض البكتيريا غياب هذه البكتيريا او النقص فيها بش يؤدي الى نقص في عنصر السيروتوني مما يؤدي ساعات الى الاكتئاب الميكروبيوت زادة بش يقوم بالترويذ وتعليم الجهاز المناعي منذ الولادة وأثبتت الدراسات أن بعض الأمراض المناعية اللي تظهر في المصارن كيماريكتوكوليت ايموراجيك ولا الملديدوكرون مربوطة ارتباط وثيق بافترابات تصير في الميكروبيوت بعض العباد المصابة بالإسهال المزمن قاموا عندهم بتجربة خذوا الميكروبيوت متاع أشخاص سليمة وقاموا بزرحها في المصارن متاع العباد اللي تعاني من الإسهال فتم شفاء العباد هذه لاحظوا زادة أن بعض العباد من المرضى اللي كانوا يعانيهم السمنة تصلح الوزن متاحهم ولقاوا أن العباد اللي تبرعت بالميكروبيوت متاحها كانوا يتمتعوا بالوزن المثالي من هون نستنتج أن الميكروبيوت زادة يتحكم في السمنة والنحافة دراسات أخرى أثبتت أن الافترابات اللي تجي على الميكروبيوت تكون سبب في ظهور السكري من نوع 2 للزيمر مرض التواحد وحتى البركنسون أو داء الرعاش اللي من أول أعراضه يبدوا فيما التهابات في المصارب كذلك العباد اللي تعاني من الفطيات بصفة متكررة لشامبينيون يكون هذا مرتبط ارتباط وثيق بالثيرابات تدخل على الميكروبيوت بشنو يتأثر الميكروبيوت الميكروبيوت يمثل بطاقة تعريف جينية أو بصمة جينية خاصة بكل شخص وهي تتغير وتتطور على طول حياة الإنسان يبدأ اكتساب الميكروبيوت منذ الولادة ولقعوا أن الصغيرات اللي تولدوا بطريقة طبيعية عندهم ميكروبيوت مختلفة على الصغيرات اللي تولدوا ولادة قيصرية الرضاعة الطبيعية تزود الصغيرات بكم هائل من الميكروبيوت الصحية هيك عليش؟ نظراً لانتشار الرضاعة الصناعية مع كثرة الولادات القيصرية بديت تظهر عند الصغيرات برشة أمراض مستجدة كما مرض التوحد، السمنة، الحساسية، الربو وحتى ولا يظهر عندهم دق السكري نوع 2 اللي نورم المون القاوة كان عند لعبات اللي عمرهم يفوق 40 سنة زد الإفراط في استعمال المضادات الحيوية من غير استشارة الطبيب ومغير ما يكونوا هناك داعي بش نستعمل المضادات الحيوية هذه بش يقوم بالقضاء على البكتيريا النافعة في الأمعاء هيك عليش الطبيب وقت يوصف لنا أنتبيوتيك ديما يعطينا معاه خمائر بش يعود يزرع البكتيريا النافعة في المصار الستريس والأكل الغير متوازن خاصة الغني بالسكريات بش يتسبب في تحويل ميكروبيوت من كائنات صديقة إلى ميكروبيوت بش تتسبب بلنا في التهابات وفي أمراض مناعية كذلك ارتشاح الأمعاء، الاصطرابات الهرمونية، استعمال حبوب منع الحمل، العوامل الوراثية وزادة المأكلات والمشروبيوت الباردة لكلها تأثر على نوعية الميكروبيوت كيف يجب أن نحرض على الميكروبيوت متاعنا؟ لازمنا نمارس الرياضة، نتجنبه السكريات، الحليب، الكلوتان، الفارينة، الخبز لازمنا زادة نتعرضه لأشعة الشمس بش نقويه المناعة والنشط والفيتامين دي لازمنا ننظمه نومنا ونجنبه استريس والجهاد والتعب باشا خضرويت مفيدة باش تغذي الميكروبيوت النافع نذكروا منها الفجل، اللفت، القرنارية، والقرعة شربة الكرمب والبصل والثوم يسرم مفيدة زادة نجمو نعمل مشروب متكون من الكلافص، الفقوس، النعناع، ونزيد معها مغرفة قهوة من غبرة الملوخية ونزيد معها الماء ونرحيوهم ونشربوه الصباح نجمو زادة ناخدو كعبة بدراف ونقصوها طروف وطروف ونحطوها في كاس ماء مدة ستة سويع وبعدي كان نرحيوها ونشربوه منها مقدار كيستي كل نهار نشوفو فان ونلوز يصربوه مفيدين، الغلة بقشورها وزادة الفريز والكيوي والطول فما انفيزيون نجمو نعملوها متكونة من القرنفل والقرفة والزعتر والنعميع والفليون نشربوها مرتين في النهار زادة اللوبان المر نرحيوه وناخدو منه غرفة قوة ومع شوية ماء في الصباح وفي الليل كانت هذه خواطر صيدلانية لليوم ان شاء الله تكون عشبتكم وإلى اللقاء في خواطر صيدلانية مقبلها سلام عليكم